اشتركوا في القناة 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 وايبقى فيه حوارات وده كنا احنا مفتقدين التواصل الاجتماعي والأسر ما كانش موجود قبل كده دلوقتي اعتقد بقى موجود بحكم الحضر وعايزين نخليه بأداء اللي عادة بتاعتنا احنا انا شايف من وجهة نظري ان ما قبل كورونا كنا احنا مشين غلط وكورونا جات تصحح حياتنا طيب نروح الموقتة تاني الاقتصاد خلينا نقوله قبل ما اتكلم في الاقتصاد وبرنامجنا اسمه صحتك صرهوتك فالنهاردة هنتكلم عن الصره ولكن هنتكلم عليها من ناحية الاقتصادية يعني نضر جهة امريكية قالت ان متوقع 20-25-20-30 ان الشرق هو اللي هيبقاله الابرهند اوليه اليد العليا في الاقتصاد على مستوى العالم ويمكن طلعت احصائية بتقول ان الصين هتبقى رقم واحد الهند رقم اثنين وامريكا رقم ثلاثة واهم حاجة في هذه الاحصائية ان المتوقع هتبقى مصر من 9-10 على مستوى الاقتصاد على مستوى العالم ده مركز ابحاث بناسبة امريكي والكلام ده مش بتاعي الكلام ده خبرات اقتصاد طلعة جد كتير في التلفزيون يتلموا على هذا الموضوع طيب هل كورونا هتساعد في هذا الموضوع تعالى نقول اه هل احنا ممكن نوصل لمرحلات الاكتفاق الزاتي سهل قوي ان احنا نقص الموضوع الاكتفاق الزاتي لان انت لو بصيت لكمية الصدرات بتاعتنا في الاربعنات والخمسينات والستينات والسبعنات واتقارنها بدلوقتي كنا احنا موارد ان احنا كنا بنصدر بـ 70-80% دلوقتي احنا بنيننا نصدر بـ 90-80% اللي احنا فيه دلوقتي ده يمكن يكون وسيلة ضغط او وسيلة مش بمزاكنا ان احنا يبقى عندنا اكتفاق ذاتي اكتفاق ذاتي من الغذاء الحالة الصناعية بتاعتنا والحالة التجارة بتاعتنا يمكن النهاردة فيه تلات اخبار عرفتهم ان مثلا مصنع الغذي وانسيج بالمحلة عمل تغييره كده في المكانة بتاعته فاصبح بيصنع الكمامات الطبية يمكن النهاردة محصول البصل اول مرة يعني يحقق كمية صدرات زيادة 80% صدراتنا من القدرات والفاكهة بقت عالية جدا لكل الدول اللي احوالينا يمكن ويمكن ده وعايز اقول برضو ان صدراتنا نقل الدولي قالك ان مصر الوحيدة في الشرق الاوسط في الوطن العربي اللي هتطلع برغم قصمة كورونا دي هتبقى عاملة نمو اقتصادي بالاجاب مش بالسلم وارد ان احنا نبص حتى على مستوى الاسرة اصبح فيه ترشيد شوية بعد ما كنا بنروح نشتري حاجات احنا مش في حاجة اليها لا اصبح ناس كلها بترشد استهلاكها وده بتأكيد كله هينعكس علينا احنا اذا احنا النهاردة ممكن الازمة دي تخلي مصر تاخد شكل مختلف تاني وانا على يقين ان ده هيحصل وعلى يقين ان المركز الابحاث الامريكي اللي بيقولوا ان مصر هتبقى التاسع او العشر ان شاء الله ده هيحصل خلينا نروح لحاجة تاني وانا شايف ان حاجة في منتجه الامري كان الاهتمام بالبحث العلمي والمنظومة الصحية في مصر اعتقد ما كانش ليه الاولوية بعد الازمة دي اعتقد ان احنا نطلع منها نبتدت شوية بقى نشوف قصة البحث العلمي والمنظومة الطبية والعلماء واعتقد ان احنا هيبقى اهتمامنا بينما الفترة اللي جاية اهتمام مختلف شوية ودائما بقول ان مدى تقدم اي شعب بيقاس بحاجتين العلم او التعليم والصحة واعتقد ان احنا بعد الازمة اللي احنا فيها دي كلها فكرنا هيختلف شوية هنبتدي نهتم بالتعليم وهنبتدي نهتم بالصحة والاطباء والمنظومة الصحية والعلماء خلينا اقول في التعليم يمكن وارد ان يكون الادير التربية والتعليم من موضوع الابحاث وارد يكون حاجة كويسة احنا لسه بنخل تجربة وارد وارد تبقى حاجة كويسة ويبقى الكورونا السبب في ان احنا نغير حتى فكرنا بالنسبة لابنائنا بالنسبة لناحية التعليمية يمكن وارد تكون القصة يعني 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 تبقى بداية في التعليم بداية جيدة خلينا أقول في الآخر إن إحنا قدامنا طريان ينطلع قوية ينطلع ضعفاء وأعتقد إن الشعب المصري دايما طول عمره قوي ويمكن الشعب المصري بيمتاز بحاجة أنا لاحظتها دايما الشعب المصري عنده الحاجة بدا سود يعني دايما عنده متحمس للحاجة يعني مثلا أتلاقي في 2011 السنة السنة اللي حصل فيها الثورة كنتلاقي كل الناس بتتكلم في السياسة لما نيجي نتكلم في كورونا تلاقي إن كل ناس بتتكلم في كورونا دلوقتي كل ناس بتتكلم في كورونا وأتمنى يكون الكلام بالصورة الإيجابية وليس بالصورة السلبية آخر حاجة عايز أقولها هنقول كده إن ألمانيا وزيرة الرئيسة للوزراء الألمانية أميركل صرحت أول إمبارع إن شاء الله المدارس هتعود تدريجيا في ألمانيا بتاريخ أربعة خمسة الدينومارك رجعت المدارس السويد سويسرا يعني عايز أقول إن الناس كلها بتبحثا للحياة ولازم الحياة ترجع تاني ولازم إحنا يبقى عندنا يقيم بذلك وأعتقد إن إحنا داخلين على أيام كويسة أوي نخليها بدأة الانطلاقة لنا تانية وأعتقد إن الكلام عجب المخرج فمش عايز يطلع فاصل وبراجمنا عم ما لأقول له فاصل فاصل هتطلع لي فاصل وليه عم؟ طلع لنا فاصل بقى عشان نشوف فقرات بردماجنا فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة